في يوم الحكومة العراقية نظمت معرض عن حياة أم الرئيس صدام حسين الست صبحة وسموه معرض أم المناضلين وكان ده اللقب بتاعها في العرق المهم خال صدام خير الله تلفاح هو اللي افتتح المعرض وكل شيء كان ماشي تمام وزي الفل لحد ما اشتغلت أغنية المطرب السوري موفق بهجة اللي بتقول الدنيا تقلبت وخال صدام فضل يسب ويلعن وجاب مدير المعرض وكان حيدرابه بالنار وامر بحبسه هو وكل اللي شغالين معاه الموضوع كان ممكن يعدي وما حدش يعرف عنه حاجة لكن الخبر وصل للرئيس السوري حافظ الأسد اللي كان بينه وبين صدام عداء كبير جدا وبيشتموا بعض في العلن كل يوم من هنا ابتدت أشهر خناقة بين اتنين من الرؤساء العرب على أغنية أغنية يا صبحة هاتي الصينية هي أشهر أغنية للمطرب السوري الكبير موفق بهجة وفضلت كذا سنة مش منتشرة قوي لحد ما حافظ الأسد عارف إن صدام بيتدايق منها وعشان كده أمر إنها تبقى الأغنية الرسمية في سوريا وتتزعى كل شوية في الإزاعة وعلى الحدود العراقية السورية ومش بس كده ده جاب المغني موفق بهجة وطلب منه يصورها تاني وتتزعى على طول كمان جاب أشهر مزيعة سورية في الوقت ده وهي مارية ديب وبرنامجها كان اسمه ما يطلبه الجمهور وبيتزعى كل خميس وطلب منها تزعى الأغنية كل أسبوع في البرنامج حتى لو محدش طلبها وعمل كده عشان بس التلفزيون السوري كان بيوصل للمناطق الحدودية وناس كتير جدا كانوا بيستنوا برنامج مارية ديب تحديدا وتعملت حفلات كتير لموفق بهجة على التلفزيون السوري وبقى يغني يا صبحة هاتي الصينية مرة واثنين وثلاثة في نفس الحفلة وأي حفلة يعملها التلفزيون السوري أو يبسها لازم يكون فيها موفق بهجة وبسبب كده صدام بقى حيتجنن من حفظ الأسد خصوصا أن الأغنية انتشرت قوي بسبب كلمتها البسيطة والموسيقى بتاعتها اللي بتخلي اللي بيسمعها يرقص عليها وبقت أشهر أغنية في سوريا ومناطق من العراق ودول عربية تانية هنا الرئيس صدام حسين قرر منعها في الإزاع والتلفزيون وكمان منعت دندنة بيها في البيوت وفي الشوارع وتعاملت تهمة جديدة في العراق وهي تهمة السخرية من أم المناضلين اللي هي الست صبحة أم الرئيس صدام وعقوبة اللي بيسمع الأغنية كانت بتوصل للإعدام وفي أحسن الأحوال استجنوا الاعتقال لسنين طويلة وفي أول لقاء بينهم بعد الأغنية في القمة العربية صدام شتم حافظ الأسد قدام كل الرؤساء ووصفوا بأنه مالوش أصل وقال جملته الشهيرة أتحداك تقولي اسم جدك الثالث رحم الله الرئيس صدام والرئيس الأسد وغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما ترجمة نانسي قنقر